ايزا اقول لحضراتكم في ناس بتطلع كده احيانا ودايما انا بحاول ان انا اصلح بعض هذه الاخبار اللي بنشروها على السوشال ميديا والناس بتتداولها النهاردة مركز علامي مجلس الوزراء قالك مين قال انه تم اعفاء الاناث من تأدية الخدمة العامة فيش قرار طلع بهذا الامر على الاطلاق ونفى مركز المعلومات المركز علامي لمجلس الوزراء نفى تماما انه لا صح لعفاء الاناث من تأدية الخدمة العامة انه لم يتم اصدار اي قرارات بهذا الشأن وان هناك استمرار لتأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين من خريج الجامعات او المعاهد العليا باعتبار ان الخدمة العامة واجب وطني وفقا للقانون رقم 76 لسنة 73 وحتى حيث يعدى تحديد الموقف من الخدمة العامة سواء بالتأدية او الاعفاء من مصوغات تعيين الخريجين باستثناء المعاهدات التي لا تكليف من وصارة الصحة او الاعفاء من خدمة العامة 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 شكرا